الأعلام الأمريكي تحدث عن خطاب بومبيو في مصر خطاب اللي احتفى به النظام المجرم واللي كان بيتحدث هذا الخطاب عن الصهاينة الأعلام الأمريكي قارن بين خطاب بومبيو في الجامعة الأمريكية وخطاب أوباما في يونيو 2009 ده الأعلام الأمريكي اللي بيعمل المقارنة اسلام الأمريكي أممم مهمة أممم مهمة مهمة أصدقاء أن 9-11 سميطر حولي أمام أدامها أبطنتهم الأمام بكثير في المدى السمع الأمام لم يعد 6 سبب أسرعد الأرض وعالما أبطاكم تتعاون في التعامل حولي الناس يتحدث على العيون لم يعد كيام تتعاون أن أشخاص أماما في مجرد لا يبدو أن تأثير الإسلام إليه ليس إليه لا يستفيدا لأمريكا ولكن حوليه ولكن حوليه كل هذا يقوم بشكل مخطط و محترم يقول أنه يتحدث أن العالم المسلمين يحتاج إلى مجلسة أدرس أتي هنا إلى كيرا لأجرى مجلسة بين المسلمين ومسلمين العالم أجل من هذه الصعبة النظرات المسلمينية المتحدة هي مقابلة والذي تحدث مجلسة والذي تشعرون كيساً الآن يأتي الهدفة جديدة. وغير حقيقية بل ومغرضة تشوف حتى البادي لانجويت تشوف محالم وش بومبيو بيتكلم اللي هو السخرية واحتقار رهيب جدا لأوباما اللي هو انتهى عهد الهبل ده نهاردة المسلمين لازم يدفعوا التمن وده ليه؟ عشان معانا ثلة من القادة اللي زي الفل على رسم السيس اللي جاية تقدم الاسلام الجديد عن طريق اسامة الازهاري كده المقارنة بين اوباما وبومبيو بين الخطابين كانت مقارنة تاريخية من الاعلام الامريكي وفرت علينا كتير ان احنا كنا لازم نعملها السلام عليكم والمقارنة تحديث والمقارنة تحديث والمقارنة تحديث والمقارنة تحديث الانتظارات التحديث المقارنة تحديث المقارنة تحديث المقارنة تحديث او هدى والمقارنة تحديث كمية الاحتقار اللي بي عايز يدحدث بي عن اوباما وحتى ما ذكرش اسمه كان فيه امريكاني عادة من هنا شان تعرف التغير العنيف اللي بيحصل وقد ايه كانت رمب هدية السماء لهذه الامة عشان تعرف مكانها الحقيقي تقولي وهو اللي ممشي كل دول ومساعد كل دول ده ربك تدبير ربك تدبير ربك